تشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات في مواجهات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية بعدما منع المحتل آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه وأعلنت البلدة القديمة منطقة عسكرية مغلقة وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحية والمططي وقنابل الغاز على الفلسطينيين عند حاجز قلندية الذي توافد إليه فلسطينيون لتأدية صلاة الجمعة والتضامن مع إخوانهم المقدسيين المرابدين على تخوم المسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة أكثر من 15 فلسطينيين بالرصاص أو بالاختناق وقد عززت قوات الاحتلال انتشارها لمنع الفلسطينيين من دخول القدس فيما توافد الفلسطينيون إلى محيط بوابة الأقصى لسيما عند باب الأصباط ومنطقة وادي الجوز وباب المجلس وباب الخليل وباقي المناطق حيث أصر المقدسيون على الصلاة في الشوارع ورفض البوابات الإلكترونية وسط اعتداءات من شرطة الاحتلال على المصلين المتجمهرين عند كثير من الحواجز في الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات وقعت في مناطق راملة وبيت لحم والخليل بعد مشاركة الآلاف في صلوات الجمعة بالشوارع نصرة للمسجد الأقصى وقامت قوات الاحتلال برش المصلين بالمياه في بيت لحم وتضامنا مع المسجد الأقصى انطلقت بعد صلات الجمعة مسيرات حاشدة من جميع مساجد قطاع غزة بدعوة من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس رفضا لسياسة الاحتلال الصهيوني الإجرامية بحق الأقصى ومدينة القدس المحتلة وتقدم المتظاهرين قادة الفصائل الفلسطينية إن المعركة التي تدور الآن رحاها والمخططات الإسرائيلية وقرار الكبينت الإسرائيلي الليلة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أوهام السلام قد سقطت مع هذا العدو وتجمع المتظاهرون في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة قصت استعراض عسكري للفصائل المسلحة وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة اليدين إزاء ما يجري في القدس ترجمة نانسي قنقر